السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رياض ومدارس الوطن العربي المادة الكيميا للصف التاسع نحن بلشنا المرة الماضية في الحديث عن الحمود وعن القواعد أخذنا تعريف الحمود وعن القاعدة تعرفنا عن الحمود وعن صناعاتها كيف بتتواجد في حياتنا تعرفنا بأنه نحن كيف من خلال الكواشف الموجودة عندي في المختبر أو من خلال الكواشف الطبيعية أني أنا أميز بين الحمد وبين القاعدة أخذنا في الحصة السابقة اللي هي الفيديو اللي صورناه الأسبوع الماضي عن درجة الحمودة عرفنا درجة الحمودة أو الرقم الهيدروجيني أو البيئة حكينا بأنه السبعة هو وسط التعادل أنا الأقل تدرج الأقل من سبعة بيكون عندي هذا الرقم الهيدروجيني للوسط الحمضي أكثر من سبعة الوسط بيكون عندي شماله قاعدي أوكي حلينا الأسئلة بتمنى تكونوا امتبعين معي بتمنى تكونوا تدرسوا المادة معي أول بأول المادة كتير سهل وبسيطا اليوم بدنا نأخذ عن تفاعلات الحمود والقواعد يعني لما نحكي عن تفاعلات الحمود والقواعد اليوم بدنا نأخذ ماذا ينتج إذا أنا فاعلت حمد مع قاعدة ماذا ينتج إذا أنا أخذت عينة من الحمد وأخذت عينة أخرى من قاعدة والتنتين كانوا نفس الكمية ومسكت هدول الكميتين أو هدول المحلولين من كل من الحمد والقاعدة ودرتهم مع بعض في وعاء ثالث ماذا سوف ينتج ما طبيعة التفاعل التي سوف تحدث بين الحمد وبين القاعدة في البداية خليني أذكرك بالمفهوم العام لكل من الحمود والقواعد عرفنا الحمد هو مادة تنتج أيون الهيدروجين الموجب عند ذوبانها في الماء عرفنا القاعدة هي مادة تنتج أيون الهيدروجين الأو أتش السالب عند ذوبانها في الماء لاحب بأن الحمد بيعطيني أيون الهيدروجين الموجب القاعدة بتعطيني أيون الهيدروجين السالب بيحدث عادة التفاعل بين الحمد والقاعدة نظرا لوجود هذين الأيونين المختلفين بالشحنة يعني ملخص درسي أنا في اليوم لتفاعلات التعادل أو لمفهوم تفاعلات التعادل أنه أنا في عندي حمد وقاعدة في عندي أيون هيدروجين موجب وأيون هيدروجين سالب يعني أنا في عندي عملية تعادل ما بين أيون الهيدروجين الموجب زائد أيون الهيدروجين هذ من وين بدي يكون جاي بدي يكون جاي من الحمد وهاي من وين ده تكون جاي ده تكون جاي من القاعدة لما يتم عندي هذا التفاعل لاحظ في عندي اختلاف بالشحنة أيون هيدروجين موجب أو أتش سالب ينتج عن تفاعله ما إيش ماء وأنا بعرف بأنه الماء وسط شماله وسط متعادل لا أستطيع أني أنا أصنف المية بأنه هو حمدي لا أستطيع أني أصنف المية بأنه هي قاعدة الماء هو وسط متعادل لا هو حمدي ولا هو قاعدة البي أتش للمية أديش سبعة أوكي؟ طيب نشوف إحنا اليوم كيف بدنا نتعرف على تفاعلات الحموض والقواعد ماذا ينتج عن تفاعلات الحموض والقواعد شو اسم المواد يلي بتنتج عن ذلك؟ شوف لي السؤال هون السؤال بيحكيلي ماذا يحدث إذا تمت إضافة كمية متساوية من محلولي حمد الهيدروكلوري وهيدروكسيد الصوديوم يعني أنا عندي محلولين أول محلول اللي هو إيش؟ حمد الهيدروكلوريك ثاني محلول اللي هو الـ NaOH السؤال بيحكيلي شو اللي بدي يصير؟ هلأ قبل ما أبلش شو اللي بدي يصير؟ محلول الـ HCL اللي هو حمد الهيدروكلوريد هذا لمن أنا أحطه بالمية وهي المعادلة اللي إحنا أخدناها سابقاً ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه آيون الهيدروجين الموجب وآيون السي السالب نحنا حكينا بأن الحمد هو مادة كهرالية شو يعني مادة كهرالية؟ مادة كهرالية أو محلوله كهرالي يعني لما أنا أحطه بالمية بدي يعطيني آيونات موجبة وآيونات سالبة هذه الآيونات بتكون في المحلول حرة الحركة كذلك الأمر بينطبق عالمياً على القاعدة يلي هي NAOH لما أحطها داخل المية بدها تعطيني أو بتتفكك على شكل آيون السوديوم الموجب وآيون الهيدروكسيد السالب لاحظ موجب سالب في القاعدة موجب سالب لاحظ أنا الاختلاف بشحنة الأيونات الناتجة من كل من تفكك الحمد والقاعدة سوف ينتج إذا تم تفاعل حمد الهيدروكلوريت مع هيدروكسيد السوديوم يعني أتش سي أل زائد أتش ماذا سوف يحدث لدي؟ ما الناتج؟ نتيجة عملية تفاعل كل من الحمد مع القاعدة؟ لاحظ بأنه أيون الأتش سي أل هو عبارة طبعا هون بحكي لك شو ماله أكيوس لأنه في المحلول كذلك الأمر أنا هون شو الحالة الفيزيائية لإلهم؟ أكيوس أكيوس هلأ أتش سي أل ون اي أو أتش لاحظ الأتش سي أل بدي ينتج عنه أتش موجب و سي أل سالب الأن اي أو أتش كمحلول بدي ينتج عنه ن اي موجب و أو أتش سالب شايف الأتش الموجب اللي هون؟ رح ترتبط بالإش المخالف لإلها بالشحن وين؟ هون يلي هو مين؟ أيون الهيدروكسيد الأو أتش أكيوس كذلك الأمر بالنسبة لمين؟ بالنسبة للسي أل السالب السي أل السالب من هون رح ترتبط مع مين؟ رح ترتبط مع الان اي يعني ش رح يعطيني كالتالي ان اي هي الموجب والسي أل السالب وإحنا عارفين في المركب الآيوني لما أجي بدي أكتب الصيغة الكيميائية دائما ببلش من الشمال لليمين دائما ببلش بالآيون الموجب بعدين الآيون السالب الآيون الموجب عندي شو هو؟ الان اي الآيون السالب يلي هو مين؟ سي أل طبعا هون في عندي تعادل كهربائي ان اي هي موجب واحد السي أل هي سالب واحد فصار في عندي تعادل كهربائي طيب اشهد هادا عبارة عن محلول ملح ملح طعم هادا الان اي سي أل ملح كلوريد السوديوم زائد ايش؟ اتش مع ال او اتش شو بدو يعطيني؟ بدو يعطيني اتش دو او ليكويد يلي هي ايش؟ يلي هي المهم لاحظ عملية تفاعل الحمض مع القاعدة شو أعطتني؟ أعطتني ملح زائد ماء طيب هلا انا بدي اعبر عن هاي المعادلة كمعادلة ايونية عشان افرجيك كيف طلعت معاي المية بالزبط يعني لو بدي اعبر عن هاي كمعادلة ايش؟ كمعادلة ايونية كمعادلة ايونية ال اتش سي أل مش كتبه هون نزلها تحت شوية ال اتش سي أل هي عبارة عن ايون الهايدروجين الموجب زائد ايون السي أل السالب زائد اين ال ا ا ا اتش هي عبارة عن شو هاي مادة كهرالية يعني موجودة داخل المحلول على شكل اين اي موجب واحد زائد او اتش سالب واحد اوكي؟ شو بدي اعطين؟ انا نفس المعادلية اللي فوق عم بنانها للأسفل لكن عم بغير بشو عم بنزلها بفككها بفرجيك كيف شكلها بيكون عندي في المحلول ال-N-A-C-L هي مادة كهرالية ال-H-C-L وال-N-A-O-H وال-N-A-C-L كلهم عبارة عن مواد كهرالية يعني مواد تتأين في الماء فعشان هيك لأ من أكتب معادلة آيونية ال-N-A-C-L أيضاً بتكون شكلها على شكل ال-N-A موجب وال-C-L سالب على شكل شو آيونات وال-H-T-O يلي هو شو المية يلي هي ال-Liquid أوكي؟ لو نظرنا هون لو نظرنا هون نلاحظ بأنه ال-N-A موجب واحد تذكر لما كنا نأخذ في التأكسب والاختزال لما نيجي نفكك نكتب المعادلة الآيونية لما كنت أحكي لك بتفرج على الآيون يلي متل ما دخل في التفاعل متل ما طلع كنا نحكي لك هذا زيك إنه هيك منشطبه لأنه ما حدث عليه لا تأكسب ولا اختزال نفس الفكرة هون بلاحظ بأنه ال-N-A دخل عندي موجب واحد وطلع عندي شو؟ موجب واحد وأيضاً بلاحظ على سي أل سالب واحد دخلت عندي سي أل سالب واحد وشو طلعت؟ سي أل سالب واحد أوكي؟ وهون بإمكاني إني أنا في المعادلة بما إنه هدول الاتنين متل ما دخلوا ومتل ما طلعوا بإمكاني أكتبهم بالمعادلة النهائية إني أحذفهم يعني المعادلة النهائية لهذا التفاعل حتكون كالتالي نزل ال-H الموجب زائد O H سالب شو أعطتني؟ أعطتني ال-H تو-O وبهذا يدنا بإنه الحمض مع القاعدة تعادلا وكونا محلولاً شماله متعادل يكون فيه أش يعني محلول متعادل؟ يعني تركيز ال-H الموجب مساون لتركيز ال-H O H السالب علشان هيك أصطلح مفهوم التعادل علشان هيك وصلت عندي إنه حمض مع قاعدة بيعطيني تفاعلات تعادل يمكن أن أكتب مفهوم تفاعل التعادل ماذا نقصل بتفاعل التعادل؟ هو تفاعل بين الحمض والقاعدة ناتج من تفاعل ال-H الموجب القادم من الحمض مع ال-OH السالب القادم من القاعدة ماشي؟ ماشي يا سابع؟ إذن حمض لو جينا هون نرفع هون حمض مع قاعدة شو أعطاني؟ أعطاني ملح زائد H2O شو بسمي ال-NACL؟ هو ملح هذا ملح الطعام NACL وال-H2O هو الوسط لو قلتلك كيف بدي أحصل على هذا الملح؟ أنا جبت محلولين هدول المحلولين نفس الكمية وضعتهم مع بعض نتيجة اللي تفاعل فيه ما بينهم وتعادل يلي صار بينتج عندي ملح الطعام وبينتج عندي H2O لو قلتلك كيف ملح الطعام هذا أنا بدي إياه؟ بدي أحصل عليه كيف نحصل على ملح الطعام الذائب؟ طبعا لاحظ بأنه ملح الطعام هو مادة كهرالية يعني أيونات ال-NA وأيونات ال-NA موجب وال-CL السالب سوف تكون منتشرة بين جزيئات مين؟ بين جزيئات الماء لكن إذا رفعت درجة الحرارة يعني حطيت الوعاء يلي خلطت فيه الحمد مع القاعدة حطيته على الموقد ورفعت من درجة الحرارة شو بده يصير في المية؟ بدها تتبخر لأنه المية رح تتبخر تبقى عندي أيونات ال-NA-CL مترسبة وتظهر على شكل بلورات ملح طعام إذن هوني عندي حمد زائد قاعدة رح يعطيني ملح زائد ماء هلأ بدي أشوف تفاعلات تعادل على شكل آخر مختلف عن هاي القاعدة هون نحن أخدنا بأنه حمد زائد قاعدة شو أعطاني؟ أعطاني ملح زائد ماء هلأ بدي أشوف أشكال أخرى لتفاعلات التعادل مش بالضروري دايماً يظهر عندي ماء ممكن يظهر عندي ملح ماء وأشياء أخرى زي غاز ثاني أكسيد الكاربون هلأ بدنا ناخدها أوكي؟ نيجي لثاني نوع بحكي عنه اللي هو تفاعل الحمد مع قواعد أو الحمود مع قواعد لا تحتوي في تركيبها على أو أتش زي مين قاعدة وهاي القاعدة مهمة جداً في حياتنا وإلها استخدامات قوية جداً في الحياة لا تحتوي على أو أتش زي اللي هي الأمونيا الـ NH3 الـ NH3 هي نوع من أنواع القواعد اللي موجودة عندنا لاحظ بأنه نحن دائماً متعودين بأنه قاعدة يعني في عندي أيون الهيدروكسيد يعني أنا في عندي أو أتش سالب لكن بالـ بالأمونيا اللي هي الـ NH3 هاي لا تحتوي عندي على الأو أتش طيب كيف من الممكن يتم ذلك؟ يعني لو قلت لك بدي أفاعل الأمونيا مع مين؟ مع الـ HCL اللي هو حمد الهيدروكلوري كيف بدي يتم عندي هذا التفاعل؟ كيف بدي يكون شكله كالتالي؟ بحكي NH3 أوكي؟ هذا غاز الأمونيا بدي أفاعله مع HCL سوف ينتج لدي ملح فقط وهو ناتج من دمج مباشر بين الـ HCL والـ NH3 شو سيخته لهذا الملح؟ NH4CL شو اسمه لهذا الملح؟ اسمه ملح؟ كلوريد الأمونيوم أوكي؟ إذن هذا النوع من أنواع التفاعل بس نتج عندي تفاعلات التعادل بس نتج عندي شو؟ نتج عندي ملح لم ينتج عندي ماء وهذا هو النوع الثاني اللي هو تفاعل حمود مع قواعد لا تحتوي فيه تركيبها على OH زي مين؟ زي الأمونيا زي الأمونيا اللي هي رمزها NH3 إذا فاعلتها مع أي نوع من أنواع الحمود رح يعطيني فقط ملح دون ماء طبعا هون ما طلع ماء لغياب أيون إيش؟ اللي هو الهيدروكزيد فطلع عندي فقط إيش؟ ملح نيجي لنوع ثالث من أنواع تفاعلات التعادل يلي هو تفاعل حمود مع قواعد زي شو؟ زي أو يلي بتكون على شكل كربونات الفلز أو كربونات الفلز الهيدروجينية لما أحكي لك كربونات الفلز لما أحكي لك الكربونات أخدناها مجموعة الكربونات تاسع أنت في بين إيدك ورقة شحنات وهاي الورقة مطلوب أنك حفظها هاي هي كربونات الفلز أوكي؟ مجموعة الكربونات وطبعا بيكون عندي مرتبطة بأي نوع من أنواع الفلزات كربونات الفلز الهيدروجينية هي بيكون في عندي وهي أتش سي أو ثري وكلها هاي كاملة شو شحنتها؟ سالب وبيكون موجود هون مرتبطة بأي نوع من أنواع الفلزات طبعا القاعدة طبعت هذا النوع الثالث من أنواع تفاعلات التعادل شو هي؟ حمض مع قاعدة بده يعطيني ملح وماء وثاني أكسيد الكاربون بده يخرج عندي هالمرة إش جديد يلي هو غاز ثاني أكسيد الكاربون نيجي لأمثلة نحل على هاي القاعدة على هاي تفاعلات التعادل السؤال بيحكيلي مثال وضح لي بمعادلة كيميائية موزونة تفاعل كل من كربونات السوديوم كربونات شو هي الكربونات؟ يلي هي سي أو ثري سالب تنين السوديوم شو شو حنت السوديوم؟ ن اي موجب واحد بتتذكر لما كنا نعمل عملية ضرب تبادلي يعني هاي بينتج عن ربط هاي الآيونات مع بعض شو بدي يعطيني؟ طبعا دائما ببلش بالآيون الموجب ن اي شو تنزل عندي عند الان اي؟ تو أوكي؟ سي أو ثري أوكي؟ اذا كربونات السوديوم شو رمزها؟ ن اي تو سي أو ثري مع حمض الهيدروكلوري هذا صار صديقك حمض الهيدروكلوري هيدوكلوريد أوكي؟ هلا بحكيلي السؤال ماذا ينتج عن هذا التفاعل؟ يعني بمعادلة كيميائية اول اي شي انا بجيب كربونات السوديوم انا هناك بس علمتك كيف تكتبها اذا انا جبتلك اياف الكلمات كيف تحولها انت لرموز ن اي تو سي أو ثري بحكي ن اي تو سي أو ثري أوكي؟ زاد اتش سي أل شو بده يعطيني؟ بده يعطيني طلع على القاعدة؟ بده يعطيني ملح وماء وثاني اكسيد الكاربون انتا الملح بدي يكون ناتج من ارتباط الفلز الموجود عندي هون بالايون السالب يلي موجود عندي وين؟ بالحمد اذا شو الملح الراح يظهر عندي؟ ن اي سي ال الان اي شو شحنتهم؟ وجيب واحد والسي ال شو شحنتها؟ سالب واحد فلوما بدي اربط الان اي مع السي ال شو بده تكون عندي؟ ن اي سي ال ايش هاد؟ هاد الملح زائد نرجع للقاعدة بتقولي ملح زائد ماء زائد ثاني اكسيد الكاربون انزل ن اي سي ال زائد شو بصفي عندي؟ سي او ثري واتش بدهم يعطوني اتش تو او زائد سي او تو طبعا هادا بدي يكون متوقع وراح يطلع عندي على شكل غاز اوكي؟ نحنا متحودين بعد ما انا اكتب اي معادلة كيميائية لازم اعمل عملية شو موازنة؟ هل عدد الذرات يلي دخلت في التفاع بيساوي عدد الذرات يلي خرجت من التفاعل؟ اوكي؟ بطلع ان اي عندي هون تو وعندي هون واحد دغري بروح بضرب المركب كامل باثنين طبعا ما رح شدد انا على الموضوع الموازنة لانه المفترض ان الموازنة هاي لعبتك لصغيرة احنا اخذنا مسائل بما فيه الكفاية اوكي؟ صارت عندي هون الصوديوم تنين والسي ال هون صارت تنين ايش الي خرب عندي الجبد؟ الـ HCl been grand فبروح بضرب هاي بثنين، صارت الهيدروجين هونع تنين، الـ CC هي ال هونما تنين، الـ د المثال بيحكيني كربونات الصوديوم الهيدروجينية بما أنه أنا في عندي كربونات الصوديوم هيدروجينية معناته أنا في عندي HCO3 سالب واحد وشو عندي هون صوديوم يعني عندي NA موجب واحد أوكي ضربهم مع بعض هدول اعملي عملية ضرب تبادل احنا ما في اشي يسمعين اضرب تبادل انا بعمل عملية تعادل اوكي يعني NA HCO3 هاي هي كربونات الصوديوم مع حمض النايتريك يلي هو HNO3 انا بدي اعبر عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية بجيب اول ايش اول المركب يلي هو NA HCO3 اللي هو كربونات الصوديوم الهيدروجينية بدي افاعله مع مين؟ مع حمض النايتريك يلي هو HNO3 هلا بدي اربط عشان يطلع معي مين؟ عشان يطلع معي الملح بدي اربط الايون الموجب يلي موجود عندي في اول مركب يلي هو الفلز طبعا مع الايون السالب شو الايون السالب عندي بهذا الملح اللي هو النترات مجموعة النترات NA HNO3 سالب واحد فبدي شو بدي ينتجي عندي؟ بدي ينتجي عندي NA HNO3 الايون الشيح انتو موجب واحد والNO3 مجموعة النترات شحنتها سالب واحد موجب واحد مع سالب واحد بدي يتعادل بدي يعطيني NA HNO3 زائد ماء زائد غاز ثاني اوكسيد الكاربون اوكي ميجي هلا نعمل عملية موازن المعادلة اشوفها موزونة ولا مش موزونة بواحد ان اي هون واحد هون واحد الهيدروجين في المواد المتفاعل عندي هون واحدة وعندي هون واحدة يعني انا في عندي هيدروجينتين هون عندي تنين عندي هون seo3 الكاربون واحدة عندي هون الكاربون واحدة نيجي لاكسجينات هون تمام اكسجينات ثلاثة زائد ثلاثة في عندي ستة عندي هون ثلاثة وهون أوربعة وخمسة ستة معناته هالمعادلة موزونة اذا المعادلة موزونة اوكي شباب صبايا اذا هيك احب Ltd بنكون هينا ثالث نوع وهو الي بيحكي عن تفاعل حمود مع قاواته هي القواعد بتكون شكلها على شكل كربونات الفلز أو كربونات الفلز الهيدروجينية مثل كربونات الفلز وكربونات الفلز الهيدروجينية القاعدة اللي هي حمد زائد قاعدة بدي يعطيني ملح زائد ماء زائد ثاني اكسيد الكربون وهي المثال الأول وهي المثال الثاني هلأ في عندي سؤال صفحة 51 تطبيق مباشر على التمرين اللي اخدناه. السؤال بحكيلي صفحة واحد وخمسين. يا ماما؟ يا. السؤال بحكيلي. يتفاعل حمض الكبريتيك. يتفاعل حمض الكبريتيك. هذا بعبر عنه كالتالي. هذا السؤال الاول اوكي. بعبر عنه كالتالي. حمض الكبريتيك يلي هو حمض الكبريتيك مع كربونات المغنيسيوم الهايدروجينية. احنا قبل شوي اخدنا كربونات شو كربونات السوديوم. بغض النظر شو نوع الفلز اللي عندي. الهايدروجينية. بحكيلي اكتب معادلة التفاعل وما اسم الملح الناتج. حاضر. اول اشي. تفاعل عندي كربونات المغنيسيوم الهايدروجينية. باخدها متل ما هي بنزلها. شو رمزها؟ ام جي. افتح قوس. اتش سي او ثري الكل. زاد. ايش عندي الحمض؟ اللي هو حمض الكبريتيك. اتش تو اس او فور. قاعدة شو بتحكيلي؟ لما يتفاعل عندي كربونات الفلز. الهايدروجينية مع الحمض بده يعطيني ملح زائد ماء زائد ثاني اكسيد الكاربون. الملح بدي يكون الايون الموجب الفلز. يلي بدي يكون موجود مرتبط مع كربونات. الكربونات المغنيسيوم الهايدروجينية يلي هو المغنيسيوم. مع الايون السالب اللي هي شو مجموعة الكبريتات. فبدو يعطيني. انا بعرف بانو الامجي شحنتها موجب تنين. والاس او فور شو شحنتها سالب تنين. يعني ها طلع. هاي الامجي موجب تنين. والاس او فور شحنتها سالب اثنين. هدول اثنين لما اجي بدي اخليهم يرتبطوا مع بعض. يتعادلوا. شو بدي يعطيني? ام جي اس او فور. هاي. ام جي اس او فور. هاي الملح. زائد ماء. زائد غاز ثاني اكسيد الكاربون. بتطلع عليها. هل يوجد او هاي المعادلة عندي موزونة. المغنيسيوم هون واحدة هون واحدة. اس او فور. خانية اطلعت عليها كم مجموعة. يعني مش كذرات. اس او فور. هاي هاي. اس او فور. هايها. هايها. اوكي. نيجي نطلع على الهيدروجينات. الهيدروجيني هون كم عددهم؟ نحظ ان هاي التنين لمين للي جوه القوس كامل. يعني هون انا في عندي هيدروجينتين. وهيدروجينتين اربعة. هون كم من هيدروجيني عندي تنتين؟ لا يجوز. فبروح بضرب هاي باتنين. اوكي؟ بضرب هاي باتنين. صارت عندي الهيدروجينات عندي هون اربعة. طب والاكسيجينات هون ادي تنتين. وهون تنتين. صار عندي كم من الاكسيجينات هوني؟ اربع اربع اكسيجينات. طب نيجي نشوف هون. كم من الاكسيجينات؟ عندي هون تلات اكسيجينات داخل القوس. وكل القوس لازم عندي تنين. يعني هاي التنين للاكسيجين وللكاربون وللهايدروجين. تنين بثلاثة بضيعطيني ستة. وهون عندي قديش؟ اربعة. الهايدروجين انا مشكلتي معان حلت. فباروح بضرب السي او تو. كل المركب بضربه باثنين. اوكي؟ اتأكد. تنين باثنين صار عندي هون اربعة. اربعة اكسيجينات. وهون تنين قديش المجموع ستة. وهون ستة. ما رح ادقر عموضوع الموازن لناخد ناس مسائل بما فيه الكفاية. اوكي؟ طيب نيجي للسؤال الثاني. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني. هلا السؤال اول بحكي له اكتب معادلة التفاعل هيوتها. بحكي لي ما اسم الملح هيو. هذا هو الملح. شو اسم الملح؟ ملح كبريتات المغنيسيوم. اوكي ماما؟ نيجي للسؤال الثاني. بحكي لي يلاحظ تصاعد غاز. عنده وضع قطرات من حمض اله سي ال. اوكي؟ على قطع من الرخام. فسر اجابتك. هلا انا بس بدي ياك تعرف انه الرخام هو عبارة عن كربونات الكالسيوم. الكربونات سي او ثري. سالب تنين. والكالسيوم سي اي موجب اتنين انتو هاي حفظينها. طب كربونات الكالسيوم مع بعض شو سيغة المركب؟ سي اي سي او ثري. اوكي ماما؟ طي. بحكي لي نرجع للسؤال. نرجع للسؤال زوم هون. يلاحظ تصاعد غاز عنده وضع قطرات من حمض اله سي ال مع الرخام؟ بما انه طلع عندي غاز اساسا خروج غاز دليل انه انا صار في عندي تفاعل ما بين حمض الهيدروكلوري وقطع شو؟ وقطع الرخام. ننزل هون. كيف يعني بدي يكون شكل التفاعل؟ بدي يكون كالتالي. اتش او خين اللي هو الرخام. شو الرخام؟ سي اي سي او ثري يلي هي كربونات الكالسيوم. زائد زائد شو يا ماما؟ زائد اتش سي ال اللي هو حمض الهايدروكلوري. شو بدي يعطيني؟ بدي يعطيني اول شيء الفلز الايون الموجب يلي هون رح يرتبط بالايون السالب يلي بالحنق. فرح يعطيني سي اي سي ال تو. زائد شو هو الغاز يلي طلع؟ هلا باجي اخر اشي للموازنة. اه بتطلع عنو عادة الذرات اللي دخلت في التفاعل نفس عادة الذرات يلي طلعت. بلاحظ هون عندي ذرة الكالسيوم ذرة واحدة. طلعت عندي هون واحدة. لو مشي طع الترتيب يعني سريع سريع. الكاربون عندي هون واحدة. واللي طلعت عندي برضو واحدة. نيجي للأكسجين. عندي هون ثلاث اكسجينات. عندي هون اكسجينتين. وهون واحدة. مجموعهم ثلاثة. نيجي لذرة الهايدروجين عندي هون واحدة. انا عندي طلعت عندي قديش تنتين. شو بعمل؟ بروح بضرب المركب كامل بثنين. لما اضرب المركب كامل بثنين. معناته انا صار في عندي هيدروجينتين. وصار في عندي كلورتين. اوكي؟ كم عادة ذرات الهايدروجين هون تنين هون تنين. اذا مزبوط. اخر شي باشوف ذرة الكلور. بعد ما ضربتها بثنين صار عندي عددها تنين. اساسا هي عندي هون قديش تنين. هل المعادلة موزونة؟ اوكي؟ وقف وقل المعي وحل معي. نيجي هلأ في عندي بالكتاب صفحة واحد وخمسين. في عنا نشاط. النشاط هات بحكيلي هو الحل موجود بس تطلعيش عليه. بحكيلي كرر خطوات النشاط أربعة ست الموجودة في الكتاب في مختبر المدرسة مستعملة المحلول هيدروكسيد البوتاسيوم اللي هو الـ NaOH وحمد النايتريك. يعني بدي يعني أفاعل. الـ NaOH مع حمد النايتريك. علش اكتب معادلة التفاعل الحاصل. لاحظ انه أنا في عندي هون كالتالي. هذا ايش؟ هذا نشاط الثرائي صفحة قدي واحد وخمسين. بدي يعني اكتب المعادلة. بحكيلي اكتب معادلة التفاعل الحاصل. واحد بكتب المعادلة. ما بين مين ومين؟ ما بين الـ KOH و NH3. ما بين حمد وقاعدة. والقاعدة بتحتوي عندي على OH. هاي على اي قاعدة اخدناها؟ هاي على اول اشي اخدناه في الفيديو. اول اشي اخدناه بالحص اللي هو التفاعل ما بين حمد وقاعدة. بدي تتفاعل عندي. بدي كل ايون هون مخالف بالشحنة بدي يرطبط مع هون. يعني مثلا. ايون البوتاسيوم الموجب. الـ K موجب واحد بده يرتبط مع مين؟ مع الـ NO3. والـ OH بده ترتبط عندي مع الهايدروجين. علشان ينتجه يعطيني ملح. KNO3 زائد H و OH بده يعطيني. H2O. حمد قاعدة زائد حمد بده يعطيني ملح. شو اسم هذا الملح؟ ملح نترات البوتاسيوم و اشماء. اوكي؟ بحكيلي اكتب معادلة التفاعل الحاصل هيوتها. اذكر اسم الملح الناتج اللي هو ملح نترات البوتاسيوم. سريع سريع خينا نشوف المادة كيف معروضة بالكتاب. صفحة. هاي درجة الحموضة. صفحة 49. تفاعلات الحموض والقواعد اللي هي تفاعلات التعادل. الفقرة هاي يعني كمقدمة للكتاب. حكيلي بانه بالحمض في عندي الهيدروجين اللي هي الهاتش الموجب. حكيني بالقاعدة انا في عندي الهيدروكسيد اللي هو الهاتش السالب. تفاعل الحمض مع القاعدة لوجود هذون الايونين المختلفين في الشحن. اوكي؟ هلا صفحة 50. معطيني كيف صارت عندي عملية التفاعل ما بين ايون الهيدروجين الهاتش سي ال مع الان اي او اتش. معطيني كيف شكل المعادلة الايونية واخر اشي اللي هي معادلة التعادل بين الايونين. والشارح. طبعا هذا الحكي كامل نفس اللي شرحت لك ايا. وصفحة 51 كذلك الامر معطيني النوع الثاني اللي هو تفاعل حمض مع قاعدة ما بتحتوي على الاو اتش. وهون معطيني النوع الثالث من انواق تفاعلات التعادل هي تفاعل حمود مع قواعد زي كربونات السوديوم. زي كربونات السوديوم الهيدروجينية. بينتج غاز ثاني اوكسيد الكاربون بالاضافة الى الملح والماء. وهدول المعادلتين نحن حلناهم. السؤالين حلناهم. والنشاط حلناهم صفحة 51. وهيك منكون انهينا الدرس. شباب صبايا وقفوا الفيديو. هلأ. وانقل التلخيص. هاي الصفحة الاولى. وقف الفيديو وانقل التلخيص. وادرس المادة. اوكي. هاي الصفحة الثانية. اوكي. وهون حل الاسئلة. سؤال صفحة 51. وهون النشاط. بتمنى تكون بتدرس وبتتبع معاي. الفيديو واضح. خلي مصدرك الرئيسي الفيديو. يعطيكم العافية جميعا.